اشهر طويلة مضت والدمار وحده كان عنوانا للحرب التي تعرضت لها مدينة عدن من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع تركت الحرب اثارها على جدران المنازل وشوارعها حيث تمكنت لجنة حكومية مختصة من احصاء 10,428 مسكنا و25 مرفقا حكوميا تضررت في مختلف المديريات وبلغت تكلفة اعادة اعمار هذه المرحلة نحو 20 مليار ريال يمني الاربعاء الماضي بدأت اولى خطوات التخلص من تلك الاثار بتوقيع اتفاقية مشروع اعادة اعمار المباني السكنية وتأهيل الاضرار الجزئية لستة الاف مسكن في مدينة عدن والذي بلغت تكلفة العقد الاولي منه حوالي ملياري ريال اليوم بإذن الله تم توقيع اول خطوة نحو اعادة الاعمار خاصة للمباني المتضررة في محافظة عدن تم بحب الله اليوم توقيع اتفاقية المرحلة الاولى بالعودة للمسكن التي تساهم فيها الحكومة كخطوة اولى نحو ترميم جميع المباني المتضررة نتيجة الحرب وزارة الاشغال العامة ستشرف على تنفيذ المشروع الذي سينفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية كخطوة اولية تسهم في دفع عجلة اعادة الاعمار بالمحافظات المحررة خاصة المباني السكنية والحكومية والخدمية المرتبطة بحياة المواطنين انجاز اعادة اعمار المدينة بشكل جزئي من شأنه الاسهم في معالجة اثار الحرب وعودة الناس لمنازلهم ومعالجة الندبات التي امتلأ بها جسد المدينة المثخن بالألم